أرضنا مستقبلنا معا نستعيد كوكبنا تحت هذا الشعار بيحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للبيئة لعام 20-24 واللي بيصادف الذكرى الثلاثين للتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الحقيقة دي فرصة مهمة جدا للتوعية بضرورة الحفاظ على البيئة الحفاظ على مواردنا الطبيعية ترشيد استهلاكها مكافحة ظاهرة التصحر اللي يمكن بتمثل أخطر الأشياء فيه ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكل ما يهدد الأمن المائي والأمن الغذائي في معظم الدول ربما بيعود لهذه الظاهرة وخصوصا في منطقتنا العربية اللي بتعاني من الأصل من ظواهر كتير زي شح المياه وزي ارتفاع درجات الحرارة وكل العوامل اللي بتسبب التغيرات المناخية والحقيقة مهمة جدا نحن نعرف أن الحفاظ على البيئة مش بس مسؤولية الدول أو الحكومات هي مسؤولية الجميع صحيح لازم يكون فيه قوانين وتشريعات تجرم كل شخص أو تجرم الفعل اللي بنشوف فيه كل شخص مش بيحافظ بدوره على البيئة لكن كل واحد فينا عليه دور في الحفاظ على البيئة بأنه ما يكونش سبب في تلوث المياه ولا إهدارها بأنه ما يرميش أكياس بلاستيك في البحر ولا على الشاطئ أنه ما يكونش سبب حتى في تلوث الهواء بأنه يحافظ ويقوم بدوره في الحفاظ على الغطاء النباتي والأشجار بأنه حتى لا يستخدم الصيد الجائر للحيوانات سلوكيات كتير جدا ممكن تكون بسيطة جدا لو كل واحد فينا بس حافظ عليها أكيد 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 بيكون خطوة مهمة جدا في حماية البيئة أفعال بسيطة جدا على الفكرة هو أنت ماشي بس في الشارع وقررت أن أنت بترميش كيس بلاستيك في الشارع قررت أنت بترميش إزاست المياه في الشارع منها جزء حتى إنساني الناس اللي بتنظف وبتقوم دورها فيه تنظيف الشوارع ما نرهقهمش زيادة وفيه دور تاني عليك بيئي ومجتمعي أنك تحافظ على نظافة الشارع وده أضعف الإيمان الحقيقة إحنا يعني هنا في الداخل المصري على المستوى الرسمي عملنا قفزات في ملف البيئة على كل المستويات سواء فيه ما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية فيه ما يتعلق باستخدامها بشكل مستدام بيحفظ حق الأجيال القادمة أو فيه ما يتعلق بمواجهة التغير المناخي وشوفنا كلنا تنظيم العلامي المؤتمر كوب 27 اللي حصل في شرم الشيخ وظواهر التحول الأخضر اللي أصابت عدد كبير من المشروعات المصرية سواء من خلال المشروعات اللي بتعتمد على الطقة النزيفة محطات الطقة الشمسية محطات الرياح توطين صناعة الهايدروجين الأخضر تطوير المحميات الطبيعية إطلاق المبادرات البيئية زي مبادرة 100 مليون شجرة وغيرها من المبادرات كل دي في الحقيقة جهود الدولة المصرية قامت بيها ويمكن شوفنا مدينة شرم الشيخ يمكن كانت ضرة التاج في هذا الأمر واللي كان فيها عدد كبير من هذه المشروعات إحنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم بشكل مفصل عن المشروعات والمبادرات اللي بتستهدف حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بالتحويل الأخضر والمشروعات المستدامة هنعرف كمان مع بعض الزيب بعض السلوكيات البسيطة نقدر نحنا نحافظ على البيئة من خلال حتى إحنا دورنا الإعلامي والتواوي بأهمية هذا الملف مرة تانية بنسبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يا مصر شكرا